تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ برنامج لصيانة الوقائية لمحطة توزيع الكهرباء وذلك في مختلف مناطق الإمارة ضمن برنامجها السنوي المكثف لأعمال الصيانة الدورية ها هي هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تواصل أعمال الصيانة في محطة توزيع للكهرباء بمختلف طاقاتها بالإضافة إلى شبكة الضغط العالي بطول يتجاوز ألف كيلو متر في مختلف أنحاء الإمارة في خطة للانتهاء منها قبل حلول الصيف بدأنا عملية الصيانة الدورية لمحطات 33 من شهر عشرة مستمرين إن شاء الله لين شهر خمسة وهدفنا أن نغطي كل المحطات في خطتنا التي تقريبا بلغت 200 محطات طبعا تشمل عملية الصيانة التي هي عملية صيانة المحولات الرئيسية عملية صيانة القواطع الكهربائية بكل أنواعها عملية صيانة المكثفات الكهربائية كذلك البطاريات الشواحنة وكذلك جهازة حماية والوقائية الصيانة الوقائية التي تنفذها كهرباء الشارقة تهدف للمحافظة على المعدات وتساعد في زيادة العمر الافتراضي للوحدات وزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة إلى جانب تقليل نسبة حوادث الأعطال مع مراعاة المستفيدين من خدماتها خصوصا في المنشآت التجارية والصناعية قبل عملية أي صيانة نقوم به يتم إخبار أو تنبيه الناس المستفيدين سواء كان بيت أو كان مصنع أو كان شركة أن التيار الكهربائي سينقطع من الساعة الفلانية لن الساعة الثانية عسان إذا في حد عنده حد موجود في البيت أو في بعض المصانع يكون عندهم برنامج يعتمد على موضوع التيار الكهربائية يتم إخبارهم عشان يأخذهم في الحسبان الموضوع هذا هذا وتواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عمليات التفتيش على الإضافات العشوائية التي تضر بالشبكة الكهربائية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة لتحقيق الاستقرار والثبات في جميع شبكاتها هذه الصيانة الدورية للمحطة ما هي إلا جهود تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات وتفاديا لأي انقطاعات قد تحدث مستقبلا عند ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف لأخبار الدار سعود الكتبي من محطة النوف بالشارقة